على طبق عربي التقى عرب أمريكيون وأمريكيون من أصول غير عربية للتباحث في أفضل سبول تعلم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ولموليد الولايات المتحدة من المهاجرين العرب بحب الثكافة، بحب الناس رفض للشارك لاوسا، للأردن بين التجربة الأكاديمية والميدانية تباينت النتائج والانطباعات خاصة بين الأمريكيين من أصول غير عربية الذين اختاروا الحياة والعمل في بلدان عربية بغرض تعلم اللغة والاحتكاك المباشر بالتقافة العربية كل طالب في جميعتي يتكلمون عن اللغة الإسبانية وفرنسية ولكن أنا أتكلم عن اللغة العربية بالنسبة للأمريكيين غير العرب فإن تعلم اللغة العربية يحتاج إلى جهود مكتفة وإلى ضرورة الاحتكاك بالناطقين بها أريد أن أتكلم لغة العربية لنا أريد أن أعمل في الشرق الأوسط حسن سمغوني الأمريكي من أصل مغربي والذي يخذ تجربة النشاط وسط الجالية منذ عشرين سنة وأكثر من خلال النادي المغربي الأمريكي يعتقد أن هناك تقدما في الإقبال على تعلم العربية من جنب العرب الأمريكيين ومن عامة الأمريكيين أردنا أن نفتح فضاء فقط نحن لسنا بمدرسين ولسنا بمهانيين في اللغة العربية ولكن نشط عرب في بلد اللي احتضننا وشكرا جزيلا لهذا البلد الكريم كثير من الأسئلة طرح خلال هذا المنتدى الذي احتضنته جامعة جورج ميسون بالجزء الشمال من فرجينيا والمخصص للحديث عن تجارب العائلات العربية المهاجرة إلى أمريكا في تعليم أبنائها لغة الأوطان الأم لغة كانت أهم شيء بالنسبة لي وحاولت تكلم لهجة مغربية مع بنتي وسط هذه التساؤلات والمخاوف هناك بعض التجارب التي توصف هنا في منطقة واشنطن الكبرى بالناجحة جميع رغم أنهم يعلمون أن أبنائهم أمريكان لكن لا يريدون أن ينقطع هوية أولادهم بالنسبة لغير الناطقين باللغة العربية هي رحلة اكتشاف لتقافة وحضارة وأمم وبالنسبة للموليد العرب في الولايات المتحدة هي رحلة في سبيل المحافظة على الهوية والانتماء الحضاري والصلة الاجتماعية هذا ملخص قصة تعليم وتعلم اللغة العربية هنا في أمريكا رابح فلالي الحرة فرجينيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة